اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل امبارح كان فيه مباراة مهمة جدا للنادي الاهلي مع فريق بيرامدز الاهلي تصدر قيمة الدوري الممتاز بعد فوزه على بيرامدز بتلت اهداف امبارح احرزهم افشا والسولية وشريف بكده الاهلي هيقفل صفحة الدوري المصري مؤقتا ويفتح الصفحة الافريقية استعدادا لمواجهة سانداونز في الجولة الرابعة من المجموعة الاولى خلينا نحلل ماتش امبارح مع محمد مصطفى الناقد ارياضي صباح الخير عليك محمد صباح الفلية جزلي صباح الفلية جمانة وكل سون طيبة مست يوم المرأة امبارح كانت مباراة مهمة لنادي الاهلي فاز بتلات اهداف لكن الشوت الاول كان حاجة وشوت تاني كان حاجة تانية خالص صحيح صحيح اكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الاهلي وبرامدز يعني موسماني تحديدا كمان مقدرش يكسب على بيرامدز خلال المواجهات السابقة اللي لعبها قصات بيرامدز بتكلم فيه مباراتين بتعادل فالنهاردة فوز اول فوز الموسماني كمان موسماني برضو كان لسه متعادل مع عهاب جلال وضيع عليه الدوري موسم اللي فات لما كان يضرب الاسماعيلي فكل الحاجة كانت بتقول لنا مباراة صعبة مباراة فيها ضغط كبير قوي ولكن النادي الاهلي يعني عايز اقولك الاهلي السنة دي عشر مباريات تلاتين هدف تكلم في معدل تلات هدف في المباراة الوحدة معدل كبير جدا بيكسب على فرقه اربعة سموحة زمالك خمسة اسمحيل اربعة بيرامدس تلاتة بتكلم من نتائج كبيرة جدا بعمل النادي الاهلي واداء هايل جدا مع موسماني يستحق فعلا عليني جد التعاقده ويستمر مع النادي الاهلي خاصة بعد تتويج بثنائياتين او بطلتين متتلياتين لدوري الابطال مباراة مباراة تحديدا الشرط الاول كان الجيم مخنوق جدا ومقفول جدا النادي الاهلي كان بيحاول يطلع بالكورة من تحت ولكن بيرامدس كان بيعمل هايلاين ديفينز كان دايما ضاغط على لعبة النادي الاهلي مش قادرين يطلعوا بالكورة بشكل كويس كان بيعتمد على الكورة الطولية الشرط تاني الشكل اختلف شوية بدأ الاستحواز الاهلي يسيبوا البيرامدس اطلع انت بالكورة خلي الكورة انت معاك وبدأ يعمل العكس بدأ هو اللي يعمل هايلاين ديفينز على لعبة بيرامدس فلعبة بيرامدس غلطت نفس الاخطاء يمكن اللي كان بيقع فيها دايما ايهاب جلال قصاد النادي الاهلي عمره ما كسب على النادي الاهلي في مباراة بس يسنق مباراة وحيدة كانت مع المقصة منذ ست سنوات ولكن تلتاشر لقاء اخر خسروا مهاب جلال قصاد النادي الاهلي بسبب نفس الفلسفة ونفس طريقة اللعب يبني بالكورة من تحت وقصاد النادي الاهلي ما تحاولش تبني بالكورة من تحت ولو تزنق تحاول انت من الاخر كده بتشلط الكورة ابعتها عن طيال 18 وده اللي حصل مبارح الاخطاء شريف كمان اكرامي كان ليه خطأ كمان كان لولا يعني تقلق وتدارك موقف وشال القرى من الرشاحات كان ممكن النتيجة تبقى اكتر من ثلاثية كمان طيب محمد شفنا على موقع التواصل التماعي الناس كان بتتكلم عن انه اه صحيح الاهلي جاب 3 تجوان من 5 فرص ولكن النتيجة دي لا تعبر عن المطش وانه كان مفوط دي بقى نتيجة اكبر من كده صحيح الاهلي اضع كتير جدا يعني النتيجة كان ممكن توصل نتيجة قياسية في مواجهات الاهلي وبرامدز كمان كمان تصل لخمسة وستة كمان وخاصة في الاوقات الاخيرة برامدز طبعا طبعا وبيضم لقابة اكبر براهيم عادل انبارح برضو كان ممكن الشرط الاول براهيم عادل بالكورة اللي عد فيها من عبد المنان بعد خطأ ديانج كان ممكن يسجل هدف مبكر لبرامدز وكان ممكن شكل المطش يختلف كله والسكة بتاع المباراة تروح في طريق تاني خالص مع برامدز ولكن ما وفقش براهيم عادل انه يسدد الكورة في الشباك بتاع الشرط الاول فخلاص الدنيا ماشية سجال الشرط التاني بقى الفلسفة والتغيير اللي عمله موسماني كمان تحويل طريقة اللعب ودي حاجة من اعظم الحاجات اللي بعملها موسماني حاليا ان الفرقة فيها فلكسبيليتي انا قادر ان انا لعب بتلاتة وراء تلاتة اربعة تلاتة قادر ان انا لعب بربعة تلاتة تلاتة قادر لعب بربعة تنين تلاتة واحد كل مباراة على حسب الخصم وعلى حسب سير المباراة قلبها لتلاتة اربعة تلاتة عشان يقفل بقى من ارشف والثلاسي خلفي ويدي حرية على العالم العلول اللي بدأ بقى يطلع وبدأ يدي كورة عرضية اكتر فكل ده شكل خطورة على بيرمتز اللي خلاص تخلى عن حذره الدفاع في الدقية الاخيرة في الشرط التاني وكان ممكن يكلفه كمان نتيجة قياسية لولا بس سوء التوفيق وخاصة الاحسين الشحاقت صحيح لكن احنا بنتكلم عن اداء بيرمتز كان اداء برضو كان في ندية في الشرط الاول ويمكن لحد قبل ما يجيب الاهلي الهدف الاول وصفنا اكتر من كورة تشاطط على الشناي وشفنا كورة جات في القائم مرة قدينة لكن بعد كورة الهدف الاول كورة اللي جات في القائم وبعد كده لكي يكملها ناحية تانية جات في القائم برضو بس في نهاية بقية كورة في نهاية انت ما ترجمتش الفرص اللي انت وصلت بها الهداف في نهاية الاهلي وصل بخمس ست كور احرص منهم تلات اهداف لو بيرمت وصل بكورتين او تلات كور ما احرص منهم اهداف وفي نهاية هو ده اللي خلاص انت الاهلي ترجم فرصه الهداف ادري يفوز بمباراة ادري يتصدر بطولة الدوري تلاتين هدف في تلات مباراة بمعدل تلات اهداف في المباراة الواحدة معدل كبير الاهلي بيكسر فكرة عقدة بيرمتز خلال الفترات الاخيرة ماكسبوش اللي مرة واحدة كانت اتنين واحد في عهد فيلر مسلماني كبان بيكسر عقدة بتدي دفعة قوية للنادل اهلي قبل مواجهة سانداونز يوم السبت اللي هيحتاج فيها النادل اهلي الفوز او التعادل على الاقل علشان يسهل اموره شوية في بقية مباراة دور المجموعات امام الهلال والمريخ طيب ده عظيم جدا انبارح برضو احنا شفنا افشا بيسجل وشريف بيسجل شايف اهمية دائية بالنسبة لهم هليطين دفعة معنوية قوية قبل المواجهة مع سانداونز بص افشا وشريف في طريقة اربعة اتنين تلاتة واحد هيتقلقوا هتلاقيهم عاملين مباراة هيلة وافشا بيقدر يتحرك بقى ريحية في وسط الملعب عنده فول باكس الباكي مينو باكرايب بيزيد وعنده جناحين برستاو عبدالقادر اصاده فرود من ظهر برضو بيجي السلية او حمد فتح بيعمل زيادة بيكون عنده حرية في الحركة في وسط الملعب وعنده خيارات كتير في الباص خلال المباراة هو افشا بيحب المكان ده افشا اتظلم فعلا في الوقت المسيماني غير فيه طريقة اللعب الاربعة تلاتة تلاتة او تلاتة اربعة تلاتة لانه لا يجيد اللعب في مركز ثمانية في وسط الملعب اللي عنده فيه واجبات دفاعية ولا يجيد اللعب على الطرف هو افشا لعب رقم عشر بلاي ميكر كلاسيكي تقليدي بيحب هو اللي يدور الكرة ويشتغل في الملعب شريف كذلك شريف برضو عايز تخديم عليه كتير التخديم ده هيجز زي من خلال طرفين فول باكس بيزيده لعب بلاي ميكر لعب مركز ثمانية زي السلية انت بتشوف السلية بيعمل أسستات وهدف حلوة جدا فشريف دايما عايز يكون فيه تخديم عليه كتير فالطريقة بتاعت 4-2-3-1 اكتر طريقة تخدم أفشا وتخدم شريف لما الطريقة تحولت لـ 4-3-3 او حتى بتشوف مع المنتخب مع كيروش 4-3-3 شريف ما بيكونش ليه دور قوي لانه في نهاية سلوب اللعب وطريقة اللعب مختلفة فانا اظن انه ميسماني غير فكره خلال الفترات اللي فاتت لانه محتاج أفشا ومحتاج شريف فغير طريقة اللعب الـ 4-2-3-1 ربما بعد الوقت يغيرها تاني 3-4-3 حسب سير المباراة زي ما عمل مبارح خلال الشرط التاني في مواجه البرامدس يحتاج انه يقفل بثلاثة خلفية عشان يحافظ على النتيجة ويعتمد بقى على مرتدات اللي قدر فيها يخطف الثلاثية أمام بيرامدس طيب محمد يقال انه الجهاز الفني المنتخب كان تعينه مبارح على المباراة دي ما بين الاهلي وبرامدس وتحديدنا على التسعة العيبة بس تسعة العيبة من الفريقين تفتكر يعني مين التسعة العيبة طبعا بجانب عمرو السلية وحمد يفتحي اللي يمكن ضمهم للمنتخب لانحن دينا مواجهتين مع السنغال الشهر ده صحي 25 و29 الزهاب والإياه في مرحلة حاسمة بتصفات كاس العالم بصي كيروش مش هيغير كتير في الشكل في الفورميشن أو في السكواد اللي كان خده في كأس رمومة الأفريقية الوقت قليل جدا من بعد كأس رمومة الأفريقية والوصول للفاينال ومباراة السنغال اللعيبة خلاص بدأت تحفظه وتفهمه وتفهم التاكتك بتاعه بقى فيه خلاص كيميا ما بيننا وإحنا شغالين فالتغييرات الكتير مش هدوا مطلوبة إحنا بنتكلم ممكن من 3 إلى 4 لعبين جدد هم اللي ممكن ياخدهم كالوس كيروش ومتحددين مركزهم أولا مركز قلب الدفاع بسبب إصابة أحمد حجازي أيمن أشرف لسه فيه كلام عليه هلأ أيمن أشرف يعني بسبب التهور في بعض الأوقات فممكن شوية كيروش بدأ يفكر ممكن مين البديل فبدأ يبص على محمد حمدي الباكليفت بتاع برامتز وبدأ يبص على ياسر إبراهيم قلب الدفاع بتاعنات الأهلي خاصة بعد تقلقه في كاس العالم للأندية كمان وإحرازه هدفين في مبارات الهلال وبقى عنصر أساس جنب عبد المنعم وفيه تفاهم ما بينهم فممكن يكون عنصر بديل للوينشو عبد المنعم برضو بيفكر في محمد هاني الباكريب بتاع الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق برباط الصليبي وغيابه واللاعب الرابع اللي بيفكر فيه هو ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي خاصة بعد هدفه الحلو اللي أحرزه في المقصة وكمان كان شارك في الأولمبياد وعمل مباريات كويسة جدا وخاصة نصاد أستراليا كان الهدف الثاني من ناحيته قدر أنه يعدي بشكل كويس قوي دول الأربع عناصر الممكن يفكر فيهم كارلوس كيروش بالإضافة لأنه خلاص استدعى أو أرسل لأنه لازم بيرسل خطباتك اللاعبين المحترفين قبل المباراة بأسبوعين فأرسل بالفعل الست لعيبة اللي هم محمد صلاح ومصفة محمد واتريزيجيه ومرموش والسادس هو أحمد حسن كوكا من كونيا سبور التورك طيب الأهلي خلاص المباراة وسافر على طول عشان مواجد صندوق على طول ضغط مباراة غير طبيعا بص يعني الناد الأهلي يا ربنا يكون في عونه بس ده الطبيعي بتاع الفرق اللي بتلعب مباراة كتير وبتنافس لأبعد مدى يعني أنت شارفت في كاس عامل أندية طبيعي أنك هتلعب مباراة أكتر من الفرق اللي ما شركتش أنت وصلت الفاينل أفريقيا طبيعي تلعب مباراة أكتر من الفرق اللي بتخرج مثلا مبكرا فده الطبيعي أن الفرق اللي بتكمل وعايز بطولات لازم عندها سكواد قوي تقدر أنها تكمل وتقدر أنها تعمل روتيشن عشان الإجهاد اللي هيصيب اللاعب أنت كمان الأهلي بعد مباراة سانداونس هيكون عنده مباراة المريخ وبعد كده هيكون عنده مباراة الهلال وكمان اللاعبات الدولية هتروح مع السنغال وبعد كده هيكمل بطولة أفريقيا وعندك كاس الموسم اللي فات وعندك كاس الموسم الجديد وعندك لسه كمان باقيت الدوري ده هتكمله بضغط ورتم عالي جدا كل 72 ساعة مباراة هتلاقي نفسك في شهر 8 لعبت الأهلي هتبقى أنهكت تماما بسبب ضغط الموسم جناد الأهلي الشهري اللي فات لعب 8 أو 9 مباريات نحن نتكلم من 2 لغاية مبارات سانداونز أنت بتتكلم الأهلي لعب مثلا في آخر 10 أيام الأهلي لعب فاركو يوم 1 لعب يوم 5 المريخ لعب يوم 8 بيرمدز يوم 11 أو يوم 12 أنت بتلعب سانداونز 12 مباراة أنت بتلعب 4 مباريات طف وصعبة جدا قصاد فرقة تقيلة بتتكلم في بيرمدز وبتتكلم في سانداونز وبتتكلم في المريخ السوداني مباريات بتحدد مصيرك في موقفك في المجموعة طبعا وموقفك في الدوري فطبعا الناد الأهلي يكسب وبسكور أمام فاركو وبسكور أمام بيرمدز وحتى لو الأمور تصعبت وصادم مريخ ولكن في نهاية قدر يحقق المراده أنه يفوز بس ده دافع معناوي للأهلي في المطولة الأسرقية طبعا دافع كبير جدا طبعا لأن انت بتتكلم فيه أكتر من مباراة فاته الأهلي بيفوز بتلت أهداف وساعات بأربع أهداف صحيح ففيه فرقه وده بيعكس حالة الانسجام كمان بين اللعب صحيح عشان كده الناد الأهلي كان لازم يجدد بمسيماني وينهي القصة دي وده اللي حصل مبارح يعني فعلا الناد الأهلي اتأخر كتير ولكن هو في نهاية المفاوضات كانت جارية ما بين الطرفين مسيماني كان عايز يرفع عقده الـ 180 ألف دولار ومن الأهلي بيكلم في 160 وصلوا بصيغة اتفاق وسط جدد لمدة موسمين موسماني كمان يمبارح في المؤتمر الصحفي بعض مباراة تكلم انه أنا صان داونز علشان يوصل للحالة اللي وصل لها ويبقى فريق مرعب في أفريقيا انا اشتغلت عليه لمدة 8 سنين فالدينه ادوني فرصة وقت علشان اقدر ان انا نعمل فريق مرعب فعلا محدش قادر نواياه في قصاده وانا اظن انه خلاص قدم معرفة انت قدم اوراية اعتماد ومن الكلام دا من فترة يعني كسب بطولتين دور أبطال أفريقيا اتنين برونزيتين لكأس العالم للأندية كمان طوق برضو ببطولة الكأس اول ما جاء وبطولة الصبر المصري وبرضو النهاردة بيرتقل صدارة الدوري بيفوز مباراة بنتايج كبيرة وبأداء حلو الناد الاهلي بيغيب عنه على نصر كترة في كأس العالم للأندية وبتشوف صف تاني بيلعب الناد الاهلي بيغير طريقة اللعبة بتاعته من 3-4-3 إلى 4-3-3 إلى 4-2-3-1 مش بتحس ان فيه خلل في الفرق او اللعبة مش حافظة الخطة كويس لا كل حاجة متذكر كويس قوي التاكتك حتى انت بتشوف جمل معينة بتتلعف في الملعب كل مباراة هي هي مقررة والبدال زي الأسسين بالزبط صحيح انت وصت ملعب بحمدي فتح السلية دينج التلاتة لعبة دولية ولعبة مهمة قلب الدفاع النهاردة عبد المنعم هدية هدية من السماء وسط المسلمين خاصة بعد إصابة بدر بنون بالكورونا والتباعات بتاعته اللي هتأثر على غيابهم انت بتتكلم شهر ونص كمان بدر بنون بالإضافة للشهرين اللي غابهم يعني 4-5 شهور بعيد عن الملأة ربنا يشفيه طبعا لأن اصار كورونا لمشكلة كبيرة جدا واصرت على العيبة حتى فيما بعد كورونا كمان صحيح طيب محمد عفوا خلينا بص بقى بصورة أكبر شوية في المجموعة دي يعني احنا شايفيها نشوفها الأهلي سانداونز الزمالك الوداد فرامد استفاقسي صحيح يعني احنا عندنا فرق مصرية بتشارك وبتشارك أمام يعني بتشارك أمام أنداية كبيرة مش صغيرة ومش بسيطة صحيح فعايزة أعرف منك بقى توقعاتك إيه يعني الزمالك المباراة اللي فاتت كانت صعبة طبعا في المغرب كازا بلانك هناك الاستاذ مليان على الآخر وجمهور فالأمور كانت صعبة طبعا الأمور هتختلف يوم الجمعة لأنه ليه هتختلف؟ هتختلف أولا لأنه قيادة فنية جديدة فريرا بروفيسير فالناس كلها حتى أمال عليه كبيرة جدا خاصة أنه هو توج بثنائية الدوري والكاس الناتزة مالك طول حياته يعني طول تاريخه كسب بثنائية الدوري والكاس في موسم واحد في أربع مرات كان 2000-2001 يعني في الألفية الجديدة 2000-2001 وفريرا 2015 فريرا عمل شكل الناتزة مالك وصل لسيمي فاينال كونفدرالية الناس فاكرية له مباراة النجم السحالة رغم الخسارة ذهبا 5-1 بس عمل مطش إعجازي هنا وكسب 3-0 الناس فاكرية قدية أن الزمالك كان فرقة قوية وقف عارجلها وعنده خيارات نفس اللي احنا كنا بنتكلم عليه في موسماني مع الأهلي دي النقطة الأولى النقطة الثانية الزمالك الأمور اتحسنت في الدوري وهو استلم فريرا فرقة كسبان فرق كبير أول ما بين كوتش بيستلم فرقة كسبان وفرقة خسرانة فرقة أنا جاي لسه هابني معناوله جديد أهو غير لا أنت بتتكلم في فرقة فيها سكواد قوي بتتكلم في أحمد سيد جيزو بتتكلم في الجزيري شيكابالا أوباما بن شرقي أين كان حتى لو فيه مشاكل للتجديد ولكن في نهاية عندك سكواد قوي فريرا مدرب محترم مستلم فرقة كسبان آخر مباراتين في الدوري أمام فيوتشار وأمام الجونة مباراتين قدر أنه يعد فيهم بسلام يجمع ست النقاط أنا أظن أنه الزمالك عنده الدوافع دلوقتي أنه هو يكسب مبارات الوداد وهيكون مفتاح بالنسبة لفريرا ومفتاح بالنسبة للزمالك مستقبلا في البطولة لأن الفوز أمام الوداد هيدل له دفع كبير أو الدنيا قريبة ممكن فوز أمام بيترو أتلكه في أنجولا وأن أنت تعمل مفاجأة خلاص يقرب لك الدنيا أنت آخر مباراة هتقابل سجرادة في ملعبك والوداد هيضر في البترو أتلكه ولكن الأول خطوة بخطوة إذا ما لك بس يعدي مبارات الوداد ولكن مباراة مش سهلة على كل حال مباراة صعبة برامتز وستفاقتي برامتز الأمور بالنسبة له خلاص يعني سهلة هو متصدر مجموعته فقايز في الثلاث مباريات والدنيا قريبة جدا يعني ما أعتقدش أن برامتز هي واجه مشاكل وهو فريق قوي يعني ما نقس على مباراة مباراة لأن مباراة مباراة لها ظروف معينة أنت بتلاعب برضو النادي الأهلي أقوى فرقة في أفريقيا حاليا وبطل دوري أبطال أفريقيا وبطل ومتصدر الدوري دلوقتي فالطبيع أن أنت بتقابل ممكن أن يحصل دروب في مباراة زي مباراة الأهلي ولكن أتصاد سفاقسي أنا أظن أن برامتز قادر على تجاوز سفاقسي وقادر على الوصول للموسم الثالث على التوالي للفاينال أو سيم الفاينال كونفدرالية على الأقل وبقى عنده كل حاجة برامتز عنده الأمور المادية كويسة جدا عنده لعيبة على مستوى عالي وعنده لعيبة دولية عنده كوتش النهاردة محترم جدا وقادر أنه هو يسيطر على اللعيبة بشكل كويس ويفرد إقاع أو فلسفته على الفريق عنده استقرار إداري النهاردة في الدوري برضو وضع كويس لولا الهزيمة مبارح كان ممكن يستمر في الصدارة فبتكلم في كل الأمور برامتز كويسة جدا وقادر أنه يتحط يعني حظوظ سرات الثلاث أندية كبيرة ما أقدرش أقول فرص الزمال الكبيرة والأهل فرص الصدارة بش كبيرة برضو لأن مواجهة سانداونز هناك صعبة وبعد كده هيقابل المريخ والهلال حتى لو فازهم ممكن سانداونز هو اللي يرتقي طبعا للصدارة وياخد صدارة المجموعة ولكن الزمال الك مشكلته أنه ممكن يتحط في نفس ورطة السنة اللي فاتت أنه كان بيلعب مباراة الجولة الأخيرة أمام تونجيت السنغالي ونحاة الثانية مستنى الترجي يفوز على المولودية المولودية الجزائر اللي حصل أن الفريقين يتعادلوا والتنين صعدوا والزمال الك خرج رغم يفوزوا على تونجيت فنفس الكلام الزمال الك السندي الوداد بتكلمي في بيترو أتلك سوعة نقاط الوداد ست نقاط الزمال الك نقطتين وسجرادة نقطة فمباراة الوداد بالنسبة لنادي الزمال الك هي مباراة حياة أو موت دي تصعدني وتخليه عندي أمل أنه صعد أو أن المباراة دي خلاص يعني بنسبة لها كل نهاية مسيرتي في دورة أبطال أفريقيا السندي طيب نحن نتكلم عن أندية المصرية المشاركة في هذه البطولة كلمنا عن بيرامدز وكلمنا عن الزمالك وكلمنا عن الأهل يعزين نتكلم عن المصري عنده برضو مواجهة مع أوتوه صحي شديدة ومواجهة قوية صحي أنا زعلت على المصري مباراة اللي فاتت لأن مباراة أوتوه هناك كانت في المتناول وهو فايز على الأطن هنا وكان الماشي بشكل كويس أول لكن الخسارة أمام أوتوه هناك خلته يتراجع على المركز السنة ولكن أنا أظن أن مصري برضو مجموعته مش أصعب حاجة في وجوده الأطن ومزين بي وقتوه وقدر أنه يتجاوز أطن هنا وقدر أنه يتجاوز الأطن هنا برضو لما يقبله مزين بي حتى أين كان نتيجة هناك ولكنه قادر على تجاوز دور المجموعة وأنا أظن أنه معيني الشعباني عمل برضو فرقة كويسة ومصري خد خبرات خلال السنوات الأخيرة في بطولات الأفريقية يعني أكتر فريق برى الأهل والزمالك شارك في بطولات أفريقيا آخر عشر سنين هو النادي المصري مع حسام حسن بقى مع بهاب جلال مع النهاردة تتكلم مع معيني الشعباني أنت بتتكلم على فريق بقى عنده خبرات عنده لعيبة شاركة كتير في أفريقيا زي عمرو موسى وفريد شاوي ممكن ما يكونوش نجوم بالنسبة للناس ولكن خلاص بقى عندهم الخبرات على تجاوز المباريات دي وقوتوه فرقة مش صعبة والقطن فرقة مش صعبة المصر قدر يتعادل معها هناك في الكاميرون محمد طبعا نشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ودائما تضيف عزيز علينا في الصباح الخير ربنا نخليك يا جمال نورتانا محمد حبيب يا شكرا شكرا